كشف الدكتور مصطفى السيدة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن تشكيل لجنة لتنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية في نخير وقال السيد إن اللجنة تضم كل من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل وأشار الأمين العام للمؤسسة إلى أن حملة في نخير التي انطلقت لدعم الجهود الوطنية المباركة للتصدي لفيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قد قدمت نموذجاً متميزاً للعطاء والتلاحم المجتمعي من أجل الوطن والتصدي لتحدي فيروس كورونا بما يحفظ صحة وسلامة الجميع وأكد السيد أن مهام اللجنة تكمن في متابعة صرف مبالغ الإعانة بحسب الخطة والمعايير التي يتم اعتمادها والإشراف على تسجيل الفئات المستحقة من خلال إطلاق موقع إلكتروني وخط ساخر للتسجيل والإشراف على توزيع مبالغ الحملة على الأسر المتضررة من تبعات فيروس كورونا إلى جانب رفع تقارير دورية عن مبالغ الصرف ووضع الخطط المناسبة لتطبيق الاحترازات والإرشادات الطبية خلال صرفها وأوضح بأن أوجها صرف المبالغ المستلمة من الحملة تتضمن توزيع واجبات الإفطار بشكل يومي وكوبونات مشتريات ودعم الأسر المنتجة ودعم جهود الإدارة العامة للدفاع المدني وتوفير حواسيب للأسر المحتاجة ترجمة نانسي قنقر